كثير من المآسي والأعمال اللا إنسانية تحولت في ضمير العالم إلى مناسبات سنوية يتذكر مرارتها وأهوالها الثلاثون من أغسطس يستذكر العالم مأساة الإخفاء القسري بعد أن تحولت إلى ذكريات مؤلمة لعصور غابرة كانت مليئة بالقهر والفقد ذاك بالنسبة للعالم الذي تخلص من الأمراض اللا إنسانية التي ولدها الاستبداد والنزاع على السلطة إلى أن اقترن مفهوم السلطة بخدمة الناس بدلا من قهرهم ووأدهم في السجون المظلمة في اليمن الوضع مختلف تماما فالناس لا يتذكرون الألم بل يعيشونه لا يستوحشون مما حصل بل من حاضر ممتد منذ عقود فكم اختطفت السجون حياة وكم بكت الأمهات على أبواب موسدة وكم وقفن على الطرقات شاخصات يناجين أملا بعيد وكم ارتسمت على الجدران ملامح أناس أخذوا من الحياة لأن لهم رأيا لا يستقيموا مع الاستبداد والعنصرية الآلاف من اليمنيين تم الذهاب بهم إلى ما وراء الحياة والعالم ينظر صامتا الآلاف من البيوت أسكنت بالألم والوحشة والحسرة منذ انقلاب الميليشيا على السلطة الشرعية وما من حراك جاد وفعال لا يمر يوم ربما إلا وتضيف الميليشيا اسما جديدا في سجلات ضحاياها في السجون ومثلها تفعل جهات أمنية تابعة لدولة الإمارات في المحافظات الجنوبية وربما يكون يوم الثلاثين من أغسطس مناسبة لإضافة أناس آخرين إلى كشوفات المخفيين قسرا لتستمر المأساة